نحتاج الخبز هذا الخبز انا الاعجاب بالزاف ديه المتسبعات وبغيت نشاركه معاكم هو خبز الزرفة او اللي هكي يقولون خبز نامر ومزيال اللي اعطيتنا هاد الاقتراح لانه بزاف سيداتك يشوفوا الصوره ميك يعرفوش كيفاشي تبقودك تزيين دياله ولا ربما تباليهم صعيبة هذا الشي اللي كان لسناء حيث تتفسوروني كيف تباليهم مساجات وقد انا حتيت صور ولكن سبضل ندوي هكا قد ان تبالي الخبز هو جيد سهل محتج الي اجينا 500 قرام الطحين ثلاثة المعالقة ديال الزيت العادية معالقة ديال الزبدة اللي كدكون في درجة صحارة المطبخ معالقة ديال العسل معالقة ديال الحليب غبراء 25 جرام ديال خميرة خبز 10 جرام ديال الملح و300 جرام ديال ما حسب الخاليط كيف اي عجينة ديال الخبز احنا كنعجنوها مزيان واحد تقريبا عشرة ديال الدقيق احنا كندلقو فيها مزيان والخبز باش يجينا مزيانة لسنة احنا كنحاولو ندخلو الماء بشوية بشوية يعني كنديرو بحل ده بالنصف الكمية وندخلو النصف الاخرى بشوية بشوية و احنا كندلقو فيها يا فلعجانة يا بيدينا باش كي يجي طري وكي يجي مزيان هادي بالنسبة للعاجي الاولى كنخلوها حتى كتخمر مزيان كتطلع وكيباعف الحجم ديالها وكنديرو منها كويرات انا كنفضل بالنسبة للمبتدئات هاكا كيلاجينك الدياس كتعبري يعني الكورات ديال كتعبريهم باش كيجي قياس واحد بالنسبة للسيدات اللي عندهم ليدها كم ملفين فهم كيحطوا الكويرات ديالهم ويخلوهم فوقلاطة حتى كيخمرهم كندوزو الوجدو الطبقة الثانية اللي هي كتعطينا نشدوه واحد يخلط كهربائي ميهة قرام ديال بودرة الابيض يعني الروز البيض العادي كنتحنوه مزيان تكي واللي بودرة رقيقة كنزيدو عليه ميهة قرام كلما كنزيدو عليه معلقة ثانيدة معلقة الزيت معلقة كبيرة كنزيدو عليه معلقة صغيرة ديالخميرات الخبز وكان نتحنو هاداك الخاليط مزيان في التحان كهربائي حتى يتخلط مزيان خاصو مايجيش خريف بزاف ومايجيش قافح بينو بين في الصورة رغايت تضح ليهم بزاف شكل دينه كان نشدو هاداك الخاليط وكان حاولو ندهنو به شوية كان ندهنو بالسطح ديال هادوك الخبيزات ديالنا يلو جيد الخبيزات ونحطو فوق الخبيزات لكورة ديالنا وندهنو هاكا بيدينا اولا بالمعلقة تاكن نغطيو الخبزة كاملة كان نخلوه كيرتاح واحد عشر دقيق مدة عشر دقيق عاداك ندخلوه الفران فهمني كيبدأ كي يتنفخ الخبز ديالنا وكيطيب كيعتاني داك الشكل الجميل وليه كيشهي والخبز كيجي لديد بزاف استقوني الوليدات غاية شبه كيجي بنين صبح الله مع داك الروز وفكرة جديدة سهيها كنقدموها في الفطور ديالعيد ان شاء الله اينا تاكس حوله فيه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة